احنا بكم في فيديو جديد من قناتكم وحلقة جديدة. الصراحة الحرقة دي انا مش عارف حطها تحت انهي قائمة. من القائم اللي احنا خطيناها قائمة الدليل. لان هي الصراحة اجابة عن سؤال جالنا بالتعليقات. يمكن عشان كده انا مش عارف حطها تحت آآ انهي آآ بند من البنود. بنفكركم كده قبل ما نبتدي الفيديو ان احنا عندنا هدف نوصل افاستنام مشترك في اي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعة يدوس عليه. وتعالوا نشوف التعليقات عشان نشوف الحلقة. اول حد سليم حاكم ان شاء الله عشرة الاف مشترك واقصر شرحة مفيد تستهل الدعم. شكرا لك وشكرا لكل اهل العراق. آآ شكرا لسليم. التعليق التاني معنا حسام فاتحي. المادة اللي تصنع بها الدناميد صعبة جدا انها تيجي مش المفروض انها تصنع. ده يمكن آآ حسام هنعمل له حلقة مخصوص برضو عن الدناميد وهنتكلم فيها دليل عن الدناميد ولكن التعليق الجاي ده من ابو وقار. زهقت ومش عارف يرفع مستوى الطاولة طاولة السلاح لمستوى تلاتة. والمصهر والسبايك والفلاز وخامل اصدير وكل ما روح المنجم فيه عشرين واحد. ومعيش غل مضرب خشبي ومجبتش غلطاتها اصدير. فالصراحة اول ما شفت التعليق قلت له لأ انت لازم لك حلقة. ليه? مبدأيا كده المضرب الخشبي والمشعل والرمح الخشبي دي مش اسلحة. عشان بس نبقى متفهمين كده ابو وقار دول مش اسلحة. يعني دول المشعل هو اللي مفيد وحيد الوحيد اللي مفيد فيهم لان هو اللي بيطرد وانديجه حتى يقولك يساعد في ابعاد العتم في الليل. يعني هو ده فايدته. انما ده دول مش اسلحة. يعني دول ما تعتمدش عليهم كاسلحة. ما تصنعهمش اصلا. احنا دول موجودين كده عشان اللعبة تبقى حط اسلحة في الاول. يعني هو الهدف منهم ان يبقى معاك سلاح بدلا ما تضرب بايدك. من الاخر. عندنا اسلحة فين? الاسلحة في طاولة النجارة. زي ما انت شايفين الاقواص القوس القصير. اه نادي ده بيبقى موجود برضو بيدرب الايد. قوس مدعوم. قوس هندي. قوس طويل. قوس اباتشي. قوس المركب وقوس المنحاني. ودول يمكن بنعمل بهم مهمات. مش اقوية قوي. ولكن احسن من انك تضرب رمحة خشب. او بسلاحة خشبية. عندنا برضو هنا المطرقة الحجرية. خطع الحجارة. والسكين الحجر لكن دول ضعاف شوية. آآ يمكن برضو في المستويات الاولى قوي. اللي ممكن نرعب بهم غير كده. آآ وما نزحش بهم خالص. عندنا الحدادة. والحدادة دي من اهم الاسلحة او من اهم الحاجات اللي موجودة خصوصا في المستويات العالية. في المستويات الاولانية ما بتبقاش يعني سكيني ناحية ده مش حلوة اوة. لكن الخنجر البرونزي الرمح البرونزي المطرقة البرونزية الى حد ما معقولين. سكين الحرب برضو معقول. عندنا سكيني الجموس والمطرقة زات القبضتين دول مهمين جدا. آآ بعد كده مخش في مستوى تلاتة اللي سكين بقى والمطرقة الحددية النهر الاخضر اه المطرقة الحرب برضو من الاسطحة القوية زي ما تشافين الدار بتاعها ربعمائة واربعين في مستوى خمسة. اه عندنا من اول السطور ده بقى مستوى اربعة. السطور والسيف والفرسوري وسيف الفرسان دول مستوى اربعة ويمكن مستوى خمسة قوي شوية ويمكن اقوى سلاح فيهم هو طبعا سفد الضابط. وده يمكن من اقوى الاسلحة اللي في اللعبة. اه طبعا بعيدة عن الاسلحة الملحمية. فهنا برضو احنا عندنا نقدر نصنع اسلحة. والاسلحة موادها مش صعبة انك تجيبها سكينة الجاموس المطرقة ذات القبضتين. يمكن الاتنين دول كويسين جدا. فرق التصنيع ما بينهم مش عادي الموارد. اه ولكن يمكن السكينة الجاموس اسرع شوية. لو حتى مستوى اتنين مطرقة برونزية او رمح برونزي احسن من انك تمسك اه خشب في ايدك يعني اه في الاول في الاخر السلاح هتضرب ضربتين تلاتة هتأثر في اللي قدامك. انما الخشب ده انت ما تعملش بيه حاجة. فاحنا عندنا برضو الحدادة نقدر نصنع عليها اسلحة. تمام? طيب. اهمهم طبعا هو اللي الناس كلها بتدور عليه وهو ورشة الاسلحة شخصية. السدس افل العجلة هو مستوى واحد او الطبقة واحد. عنينا طبقة اتنين من اول الماريت والنغطر هنود الباريتة. كل ده مستوى اتنين. مواردهم سهلة مواردهم موجودة مفيش منهم مشكلة انك تقدر تعمله. بداية من مستوى اتنين. بعد كده بتمكن بتخش على آآ مستوى تلاتة من اول آآ المبارزة. طبعا آآ على حسب انا مستوى اعمل ازاي يعني برضو آآ ناخد بالنا. ان انا بروح بسلاح مرتبط بالمستوى. من اول المبارزة بنخش في الطبقة تلاتة. من دقيقة سميس آآ بكفلاينت باتريسون شورب كل ده مستوى تلاتة. من اول بنخش في مستوى اربعة. ولكن عندنا تمن اسلحة اهو. آآ موجودين دول من مستوى تلاتة. مستوى اربعة. آآ يمكن ناخد بالنا هنا مستوى تلاتة وتمانين. يعني انا مستوية ده الحساب الصغير. الحساب مش الكبير. فمن اول مستدس بنتخش على مستوى اربعة ونبتدي نشوف ارقام في الضرر بتبقى قوية جدا. آآ يمكن اخوى حاجة انا اقدر اصنعها مستدس دوار يمكن قوي جدا زي ما انتم شايفين معايا حتى اسلحة من مستوى خمسة ولكن انا لسه عشان ما رفضش الورشة فمش هقدر اعمل اسلحة مستوى خمسة. وكنت خلينا نتكلم على الحالة بتاعت ابو وقار هو دلوقتي مستوى اتنين وبرفع مستوى تلاتة فعنده الحاجات بتاعت مستوى اتنين كلها مفتوحة. مستوى تسقف العجل الضعيف فبلاش منه. لانه كمان بطيء وانتصغل الهيوم بتاعه قليل. فبلاش منه. بلاش الناس تعملوا. ولكن عندنا مسلا بريتة قوية جدا. فآآ آآ برضو دي من النقط اللي احنا نقدر نصنعها. عاجة تانية برضو عايزين نبص عليها. آآ في التصنيع ان احنا آآ مسلا دلوقتي انا عايز اقوي. عايز ارفع المستوى. عشان برضو الناس بتقول بالنسبة رفع المستوى ما بيعرفش ارفع المستوى ازاي. دي. آآ ده الدروع ده ده ورشة الاسلحة. زي ما انتوا شايفين كده من روح ما اقف عليها. الارض بتاعتها مرفوعة فانا مش محتاج اي حاجة غير الموالد بتاعت رفعها. لما باجه اخش على اي ورشة واجه ادوس على التطوير بيبتدي يطلع لك الموارد اللي مطلوبة. لو هسروا انا معي لو هسروا ادوات مطلقة بالنقل ولفت نسيج بالقنب. تمام? لفت نسيج بالقنب هنجيبها من اي مكان فيه القنب. تمام? ادوة موجودة ومعايا او ماش يمكن نرفع مستوى المنسج نفسه. فاقدر اصنع منه. محتاج ان انا اجمع شوية القنب وده هنشوف دلوقتي هنقدر نتخلع نعمله ازاي? ادوات مطلقة بالنيكل بنعملها من على جدول الادوات. طيب تعانوا نبص على جدول الادوات. تمام? جدول الادوات بتاعنا مستوى اربعة. فلسه ما فتحتش ادوات مطلقة بالنيكل. تمام? يبقى انا محتاج ان انا اطور جدول الادوات. تمام? بعدين ابتدي اصنع الادوات المطلقة بالنيكل عشان اقدر ارفع مستوى الوجه. يبقى بدي نبتدي نشوف احنا محتاجين ايه? ونبتدي نجمع. اه دي مسلا جدول الادوات. جدول الادوات المبدئيا محتاج ان احنا نرفع الارض. يعني لما باجي ادوس على تطوير هيقول لي لا محتاج انك ترفع الارض الاول. فخلونا نرفع الارض. هاجي هنا استخدم الرفع زي ما انا شوفنا كده. كده بقت خلاص. انا محتاج الموارد دي. محتاج مكعب رخامي. محتاج جلد تقيل. اللي هو مستوى خمسة. حلو جميل. ما هو ده? انا اصلا بارفع على المستوى خمسة. فما فيش مشكلة. كده انا محتاج ان انا اروح اجمع جلد تقيل وجمع رخام. وجمع قنب. تمام? فلما اصنع دول هارفع مستوى جدول الادوات وهارفع المستوى بتاع ورشة الاسلاحة. يبقى كده خلاص رتبت نفسي انا هعمل ايه? طيب. محتاجين قنب. مسلا. هبتدي اشوف الخريطة نفسها وابتدي اشوف الاماكن اللي فيها القنب. من الاماكن اللي فيها قنب سهلة بحيرة ضحلة. طبعا احنا بنتكلم في مستوى خمسة وسبعين المستوى تلاتة وتمانين. فناخد بالنا ان انا بتكلم على المستوى ده. القنب يمكن موجود في البحيرة الضحلة تاني واحد من على يمين. يمكن شوفنا في الشاشة نفسها. تمام? جوة. آآ البحيرة الضحلة. تاني واحد من على يمين دي في الالياف. هي دي القنب. فنقدر اروح اجمع قنب. مسلا كده خلاص انا جمعت القنب وعملت شوية قنب. محتاج مسلا رخام ومحتاج جلد سود. جلد سود ممكن اجيبه برضو من بحيرة ضحلة. الرخام للاسف لازم اروح اجيبه من مانجم الكوروميت. انا في الحاجات اللي انا فتحها دلوقتي دي انا ممكن اروح آآ هناك اروح اجمع. طبعا انا لو روحت مضرب خشبي. الى المكان بتاع آآ بحيرة وضحلة دي انا هموت. برضو ببقى البوكس والحاجات دي هتبقى صعب. ليه? الوحوش هناك مسلا مستواها نقول مسلا الف. فيعني مسلا لو معايا المسدس دورة انا هضربه في طلقتين. هو بيتدرب بتاعه سبع مائة وتسعين. فهيدرب الطلقة التانية هيموت. ولكن لو معايا مسلا من دقيقة التحميل السريع هضرب طلقة طلقات. فما فيش مشكلة. برضو كويس. ينفع. معيش مسلا انا لسه موصلتش لمستقى اربعة وما بعملش من دقيقة التحميل السريع وما بعملش المسدس الدور نبتيني شوف الاسلحة الاقوى اللي معايا. مسلا ايه? آآ لمية مسلا خمسة مائة خمسة وسبعين. فممكن برضو في طلقتين لو واحد صحته الف هقدر اموته. بفلو مسلا خمسة مائة ساعة وعشرين ماشي. سارعة التسخيل نفس القصة. ده برضو لو انا فاتح المستوى اربعة. ولكن لو انا مش فاتح مستوى اربعة. آآ يمكن دول برضو لسه مستوى اربعة. بندقة شرب. بندقة شرب ربعمائة واربعتاشر. فهيضرب تلات طلقات برضو. يبقى زيها زي اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. آآ مسلا دي موارد مستوى اربعة ودي موارد مستوى تلاتة على حسب الموارد اللي معايا. فببتدي اصنع على حسب الموارد اللي معايا. باترسون مصلا كويسة. آآ باترسون سميس ريمين تون الحاجات اللي يمكن اقل شوية ولكن ضربها الضرر بتاعه اقل. ما نصحش ان حد مسلا بمعايا مسادس مستوى اتنين ويروح مكان مستوى خمسة وسبعين. ما هو برضو بالعقل. يعني انت لو خدت مسلا ببر بوكس وروحت هناك اهو بضرب مية. يبقى انا الالف ده انا هضربه في عشر طلقات. الواحد هضربه في عشر طلقات. لا كتير جدا. زي ما انتم شايفين كده هو مش كاتب ان هو فيه مسلا رخام. ولكن احنا عارفين ان بيقى فيه رخام يمكن الشاشة دي مش متحدسة على طول. ومحتاجين يمكن تبقى متحدسة كل الموارد اللي الموجودة جوه تبقى موجودة في الشاشة دي. فاحنا مسلا كده خلاص هنروح من جمع نجمع آآ الموارد اللي موجودة جوه. النيكل والموجود الرخام. هنجمع القلب. هنروح نقدر نطور الجدول الادوات. نبتدي نصنع ادوات مطلاب النيكل. نبتدي. نرفع آآ الجدول الادوات. وبعد كده نبتدي نصنع الموارد المحطوبة عشان نرفع الورشة بتاعة الاسلحة. فشفتو اللي انا ما اتكلم فيه احنا واحدة واحدة. ماشيين وحدة واحدة. احنا عايزين نطور ده. طب ده محتاج ايه محتاج ده. يبقى ان احنا نجيبه. طب ده والله ده ده انا مش عارف عامله غير لما اطور جدول الادوات. يبقى اروح اطور جدول الادوات طب جدول الادوات محتاج ايه? محتاج كزا. وهكزا. من غيب القاصلين مستوى اربعين اصلا. فمستوى اربعين ده يعني ممكن نروح باسلحة مستوى اتنين. وكمان آآ مستوى اتنين يعني آآ الاسلحة اللي هي بيبر بوكسو الكلام ده هتبقى كويسة بالنسبة للمنطقة. سبيكة البرونز بتحتاج خم اصدير وخم نحاسي. انا هروح النحاسي ممكن اضعف فسهل ان انا اروحه. مش هزا ما روح بكل اسلحتي قوية فروح تتدمر خلاص انا ما بعرفش اجمع. لأ. انا معايا بيبر بوكسو معايا مش هقول لكم باريتة. يعني بلاش. طبعا انا لو معايا مسادس دوار هروح ومعايا اسلحة كتير عادي. خد مسادس دوار وروح اتل الناس كلها بضربة واحدة وروح جمع في خمس دقائق ويمشي. ولكن انت لو مزنوق في اسلحة يبقى تستخدم الاسلحة الاضعف في الاماكن الاضعف. ما تخدش اخوة اسلحة معاك وتروح تستخدمها في مكان ضغيف. طب انت استفدت ايه? ما انت اسلحك باز? ولما جيت تروح منطقة قوية معرفتش تروح. فنرتب افكارنا. هي اللعبة كلها عبارة عن ترتيب افكار والاستراتيجية في هذه النقطة. الاسلحة اللي بناخدها هدايا. عندنا بوك فلاينت عندنا باتريسون باتريسون قوي بالنسبة ليه من جامل اصدير. فما تروحوش بيه. خلوه الاماكن اضعف. اه اه عفوا الاماكن اقوى. هو ده مكان ضعيف. فنقدر نروح مسلا ببيور بوكس. نقدر نروح ببندقية الهنود. نقدر نروح له نجمع من هناك. طيب. حاجة تانية برضو عشان الناس هتقول لك طب ما انا آآ يعني الاولا الاسلحة اللي معايا بتبوز وانا ببعرفش عامل حاجة. من اهم الورش اللي موجودة في اللعبة هي ورشة التصليح. في ناس كتير انا عرفها ما بتستخدمش ورشة التصليح. تقول لك انا معايا اسلحة كتير لما يبوز خلاص مش مهم. هبتدي صنع تاني. لا يا جماعة. ورشة التصليح دي مهم جدا جدا جدا. ليه? خلونا نشوف كده انا بجمع حابق الاسلحة عايزة تصلح. ورشة التصليح دي طبعا تفكيك مخاطر بودلاء دي لو انت آآ او هنشوف برضو ليه هستغنام لان هما الاتنين مرتبطين ببعض. انا محتاج ان انا رفعها عشان اقدر افكك الموارد مستوى اربعة. تمام? ولكن هي بتفكك لحد دولتي موارد مستوى تلاتة زي مسلا البتروس. آم ده من المستوى تلاتة فاقدر اروح افككه. لما يبقى عندي منه كتير ابتدي افككه واخده الموارد بتاعته لان الموارد بتاعته هتفدني في ان انا اصلح الباقي. ازاي? عشان كيف يقول لكم يمكن لو هتشتين مرتبطين ببعض. طبعا المشيطة المستوى خمسة فدي احنا لسه محتاجين نرفع اربعة وخمسة طبعا فيه طبعا التصليح بالسمك ولكن ده ما ما نصحش بيه لان السمك قليل اصلا ما احنا بنوصل له يعني بصعوبة فخليه للموارد اللي انت مش عارف يعني خلاص بقى الموارد بتاعته مش هتطعف تجيبه. ولكن زي ما انت شايفين ورشة التصليح مثلا بتتكلف اربعة اتنين اتنين اربعة ده للمسادس الدور. انا اصلا بصنع المسادس الدور ولكن تعالوا بص على الموارد بتاعته. تمانية اربعة اربعة تمانية ضعف الموارد. يعني موارد التصليح نص موارد التصنيع. فالاحسن ايه? ان انا اصرف مواردي في ان انا صلح ولا في ان انا صنع? هي دي الفكرة. لأ صلح احسن. تمانية اربعة اربعة تمانية. وهنا هصلح بكام باربعة اتنين اتنين اربعة نص. وناخد بالنا ده السلاح قرب يبوز ده المتانة بتاعته خلاص ده احمر ده فاضله كم ضربة وينتهي. هصلح بنص الموارد. ده مسلا الموارد مستقى تلاتة زي ما انتم شايفين معايا ولكن انا مسلا معايا بترسون كتير فمش محتاج ان انا هصلحه. ولكن لما صلح بنص الموارد بعد كده ان انا حفظت على نص مواردي بدل ما هصلح اصنع سلاح واحد ده انا هصلح سلاحين. ده انا هروح اضرب بيه مرة ولما يبوز هرجع اصلحه. واروح اضرب بيه تاني ولما يبوز هرجع اصلحه. فالتصليح مهم جدا. لاي حد مفتقد الموارد او مفتقد الحاجات بتاعة التصنيع. ما عندوش اسلاحه كتير. زي ما انتم شايفين انا عندي اكتر من يعني زي ما انتم شايفين انا بليف عندي اسلاحه كتير. عندي بوك فلاين. عندي اه اه مثلا التحميل السريع. والتحميل السريع دي بنقية كويسة جدا. انا يمكن ساب الحاجات حتى اللي بايزة عشان اقدر افككها لان اخد منها الموارد. تمام? وهي دي نقطة. فكك الحاجات لو مسلا معك عشرة منهم وخمسة بايزين فككهم. هطلع لك موارد تقدر تصلح بها. فيبقى عندك التوازن ما بين التصنيع وما بين التصليح. مش كل حاجة تعملها تصنعها. وناخد بالنا من النقطة دي. مش كل حاجة هتعملها تصنعها. صلح احسن. اعمل سلاح واحد وهو تصلحه احسن ما توقع كل شوية تعمل سلاح. طبعا من الموارد برضو الحتة اللي نقدر نجيب منها اسلحة زي ما انتم شايفين كده المهام. يمكن دي للأسف عايزة ولكن آآ في مهام كتير بتديها اسلحة. وفي مهام بتبقى سهلة. يعني بروح اخلصها بسهولة. واقدر اخد منها اسلحة. يمكن آآ اللبس انا ما ما بهتمش باللبس الهندي قوي. رغم ان فيه هو مهم وكويس وقول لها حاجة ولكن انا بتكلم مسلا هنا. انا عندي لمات. لمات اهو هتدي مستمر مخطط واحد خمسمائة خمسة وسبعين. انا اصلا بصنعه. ولكن هاخده وهاخده معاه فضة وهاخده معاه موارد تانية بدل ما صنعه. زي ما انتم شايفين كده هيتصنع باربعة اربعة تمانية. يعني بيتكلف موارد كتير. فساهم ان انا روح اعمل مهمة او هروح اعمل مهمة بيعطي مسلا نفس سلاح واخد سلاح تاني بدل الموارد اللي انا هعمل بها. طيب. مقطة تانية برضو مهمة جدا. الاسلحة دي هتفتح لي ازاي? انا دلوقتي انا مبتدي ولسه مبتدي جديد. الانبيب دي لماعة من الحاجات المهمة جدا. يمكن احنا بنعمل فيديوهات كاملة عن فتح الانبيب. من غير فتح الانبيب انت اشوف سلاح لك اسلحة. ومش هتطور السلاح اللي عندك. السلاح اللي عندك هيفضل مستوى واحد. تمام? ليك كمان دلوقتي عادة سحب. تفرج على فيديو تعيد سحب لو انت مش محتاج ده يعني ده انا مش محتاجها مسلا. ممكن ادوس على عادة سحب اتفرج على الاعلان. ولكن ليك مرة احنا بس في اليوم. تمام? فكل يوم لو فتحت مخطوطة فدتني تبقى احسن. فدي برضو من النقطة المهمة. افتحوا انابيب كتير. الانبيب كده كده بتلاقوها وممكن تشتري من التاجر في المدينة. حاجة تانية واحنا بنقفل الفيديو كده برضو آآ للناس اللي مش لقيه اسلحة. التاجر. التاجر مهم جدا في موضوع الاسلحة دي? لان اولا بيبيع اسلحة فتقدر تشتري منه وبيبيع قطع سلاح. قطع السلاح تقدر تشتريها بالفضل. ونصيحة اشتروا يوم لو انت معاكش او لو انت معاك كده كده بمعامل خصم فتقدر تشتري. تشتري منه سلاح تشتري منه قطع سلاح فكده يبقى معاكش آآ مشكلة في التصنيع او التصليح. يعني شوف انت محتاج ايه? وتبتدي تشتري اتنين تلاتة من كل يوم. هتساعدك جدا. اتمنى ان هو يبقى في حبة معلومات كده وتبتدي ترتبه افكاركو وتبتدي يبقى رسالة كده لابوقار يبتدي يعمل ايه? مش لازم تروح بسلاح اقوى سلاح عندك عشان تروح تجيب حاجات من مستوى تلاتين ومستوى اربعين. لا. خد سلاح مناسب للمنطقة اللي انت رايح. اتمنى ان الفيديو بقى مفيد لابوقار لبقية الناس. وطبعا بنفكره كده واحنا بنقفل الفيديو اي حد عايز يدعمنا يدوس على زرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرس عشان نقدر نوصل الهدف بتاعنا وهو خمس تلاح مشترك. وسط النولة ان شاء الله في فيديوهات تانية من وسط لاند ومن قناتكو.